بين الاهل والزمالك محترى والله حب الاهل والزمالك حيري والله السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اذا كانت صباح عيرانة بين الاهل والزمالك احنا هنا مش محترين الزمالك وبس النهاردة الاتنين مباراة القمة بين الزمالك والاهل مباراة ان شاء الله هتتلاعي بالساعة السابعة مساء باستاد القاهرة قائمة الزمالك لمباراة الاهلي في حراسة المرمى محمد ابواد معاز علاء الدين محمود اشرف خط الدفاع حمزة المسلوسي عمر جابر حسام عبد المجيد مصطفى الزناري ياسر حمد احمد فتوح خط الوسط نبيل عماد دونجة محمد شحاتة احمد حمدي سيف فاروق جعفر سيد عبدالله نمار متيابة الاوغندي ناصر ماهر عبدالله السعيد زيزو خط الهجوم الجزيري ناصر منسي سامسون كنيولا غيابات الزمالك عن مطش القمة محمد صبحي يوسف اوباما ابراهيم انضاي محمد اشرف روقة الوينش محمد عبدالشافي ومحمود علاء وشكابالة ومصطفى شعربي اما قائمة الاهلي لمواجهة الزمالك في حراسة المرمى مصطفى شبير محمود الزنفالي مصطفى مخلوف خط الدفاع رامي ربيعة محمد عبدالمنعم اكرم توفيق محمود متولي علي معلول كريم الدبيس عمر كمال محمد هاني خط الوسط عمر الصلية كريم ندفد احمد نبيل كوكا ومحمد مجدي افشا واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وريدا سليم خط الهجوم مودست وكهربا ووسام ابو علي غيابات الاهلي عن مطش القمة محمد الشناوي امام عشور ياسر ابراهيم حسين الشحات إليو ديانج مراوان عطية بيرسي تاو حكام المباراة للأسف طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين وكلام بيقال انه هيعتزل خلاص التحكيم وحيتعين في قناة الالف للستوديو التحليلي الموسم القادم يعونه سامي هلهل مساعد اول ربنا يستره هاني عفتاح مساعد تاني والحكم الرابع احمد الغندوذ وتم اسناد مهمة حكام الفار للحكم الدولي محمد عادل ومساعديه عاطف حسين ومحمود ابو الرجال ربنا يستر الواحد متوجس خيفة من طاقم التحكيم هذا فاكرين دوري ريشا في موسم 2008-2009 كان برضو اخر موسم تحكيمي لحكم الدولي محمد كمال ريشا وكانت مباراة الاهل وطلقع الجيش باستاذ القاهرة كانت اخر مباراة يدرها كسب الاهل بجن فاول على محمد ابو تريكا وساعتها الاهلي كان محتاج الفوز ده جامج جدا عشان يلعب مباراة فاصلة على لقب الدوري مع الاسماعيلي ولولا ريشا كان الاسماعيلي هو اللي فاز بالدوري مش الاهلي وكانت المكافأة ان ريشا اتعين في قناة النادي الاهلي افضل تشكيل الزمالك من وجهة نظري محمد عوات في حراسة المرمى خط الدفاع عمر جابر حمزة المسلوسي حسام عبد المجيد احمد فتوح خط الوسط دونجة محمد شحاتة عبدالله السعيد خط الهجوم زيزو سامسون واحمد حمدي الله اعلم جميس يلعب بمين ويترى هيجمع بين ناصر ماهر وعبدالله السعيد واحمد حمدي زي ماتش الزمالك والاتحاد بالنسبة لأفضل تشكيل النادي الالف رأي الشخصي مصطفى شبير لحراسة المرمى خط الدفاع محمد هاني رامي ربيعة محمد عبد المنعم علي معلول خط الوسط الصلية احمد نبيل كوكة ومحمد مجدي افشة خط الهجوم ريدا سليم كهربا احمد عبدالقادر لكن برضو الله اعلم كولر هيبتدي بمين وضي قصدنا ترتيب الاهل والزمالك في الدوري الاهل لعب عشر مباريات فاس في ستة اتعادل في تلاتة اتغلب واحدة له من الاهداف تلاتة وعشرين عليه احداشر يعني الفرق اتناشر بالموجب وعنده واحد وعشرين نقطة وفي المركز التاسع بالنسبة للزمالك لعب اتناشر ماتش فاس خمسة اتعادل تلاتة اتغلب اربعة اهداف وعشرين عليه تلاتاشر فرق الاهداف سبعة بالموجب النقطة تمنتاشر والزمالك في المركز الاثناشر فوز الزمالك على الاهلي يحيي امال الزمالك في بطولة الدوري هيبت ساعته الزمالك عنده واحد وعشرين نقطة من تلاتاشر مباراة والاهلي عنده واحد وعشرين نقطة من حداشر مباراة يعني الفرق هيتقلص للا شيء ولو الاهلي كسب المباراتين الفرق هيبقى ست نقاط الفرق عندنا ماتش تاني مع الاهلي في الدور التاني يتقلص الفرق لتلات نقاط وغير الاهلي ممكن يفقد نقاط كمان بس احنا نشد حلنا ونكسب وما نبصش لغيرنا كل التوفيق لنادي الزمالك الحبيب كل الخوف بس من طاقم التحكيم كنت أتمنى حكام أجانب حتى لو ضغلبنا مش هبقى زعلان ونشوف النهاردة هيحصل ايه في الماتش وبين كوسين ونشوف هيحصل ايه من الحكام في النهاية شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة